بما أنه عم بتقولي قبل ما يصر للشي واجهت فقدين أمك مش من زمان قديش هيدا الموضوع أثر فيك رحيلة فراغ اللي تركته وكيف تتعاملت مع هيدا الموضوع لك بعدني لهلأ ما عم بعرف التعامل معه خاصة بالبيت عرفت كيف يعني بس أدخل على البيت بعيد ماما ما في ماما بعدين أمي ما كانت أمي عادية متكل الأمات بلا صغرة بكل الأمات أمي كانت رفيقتي ترفقني بكل سفراتي بعدين مرحلة ربطلي بنتي يعني ضحت معي قعدت نطرت بنتي لكبرت ربطها هي أنا أنا ماني فاضية لعبت أدوار كتير معنا مع خي يا حبيب مع أختي هيد يعني لعبت ربط أجيال أمي عدعا هيك كانت مشكة دايمة كانت سري ماتت أمي وحاملة أصغار كتير مني ما حدا بيعرفها غير أمي أمي هلأ صارت بالسمان جد حبيبتي أنا فقدت أمي فقدت بي فقدت خي أنت فقدت خيك يعني هو الماضحة وإحنا ناس مؤمنين أنه ربنا هو بيعرف أنت مده ياخدنا ياخد أمانته يعني كانت أول شي عم تخدمها بنتي بالبيت بيعرفي بلايدا كميما سؤولية موضو عم تشتغل فقلت لها ماما بتعرفي شو كانت بالمستشفى الماما قلت لها أجيبها لعندي فجبتها لعندي وأخدت قرار تصلي سنتين أنا ما بعرفش نور الشمس هلأ كنا بلشت أظهر على الشهر ندفي ما شفت نور الشمس عم تخدمي أمي بس حطيت راسي براس أمي لحاول إشبع منها كانت مرة أديرة مؤمنة نظيفة ما تقولي غير مرت دكتور كانت هيكي ست مجتمع تعلمت الريش منها ما شين يوم منها إذا فرجيكي صور لأمت إخوتي كانت ست الستات أمي الله يرحمها مادونا عم جد ويرحم أنا خسرت مش بس أم خسرت حنية خسرت سند لقلي قوة أمل كانت كتيري يعني بس أنا تشوفني محبطة أو تعبانة دغري ما بعرفش تعملي خليني أرجع حس إنو الحياة لأ هي حلوة هلأ بقعد كل يوم عشي بتطلع من صورتها هيك وأنا صفيت لأحالي هلأ بنتي مع أولادة و تطلع هيكي بس أنا بقلها ماما إنو هاي دي حكمة الله بس أنا بحبها كتير ويكما بتحبك كتير كتير بحبك كتير يعني بضل أحكيها إنو بضلت بعتلي قوة تقدر اتحمل غيابة الله يرحمها حبيبك الله يرحم جميع الموتى أمين لكل المشاهدين هموتكم